بعد تأهب أمني إعلامي وتحضير لوجستي داماء أكثر من شهر تزامناً مع هرب تكتيكي للمطلوبين وصلت الخطة الأمنية المباركة من جميع القوى السياسية وحتى من المطلوبين أنفسهم إلى البقاعة فكانت بريتال وحرتعلى قبلتها الأولى ومنذ ساعات الفجر وبتنصيق بين الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام اخترقت الحواجز المشتركة شوارع بريتال وحرتعلى مدقيقة في الهويات ومفاتشة السيارات أما عمليات الدهم فوصلت إلى أكثر من ثلاثين عملية وقد تكلمت القوى الأمنية على أسماء الموقفين وعددهم العصفة لم تمنع القوى الأمنية المشتركة والمنتشرة بالمئات من أداء الواجب المناطبها بدقة وصرامة وإن كانت تعرف ضمناً أن المطلوبة لن يأتي إليها بسيارته المسرقة أو هويته المزورة والأهالي كانوا على قدر الضيافة البقعة من لبنان بريتال هي تحت الأنون وقالوا حق الجيش وقوى الأمنية أنه أي بقعة من بقعة بقعة لبنان أنه يفتشوها أو شوفوا الفرين فيها أو المطاريد وأنه يوقفوهم بس كمان من نحب أنه يكون في شوية إنماء مع الخطة الأنمية حتى يكونوا في عملية جبران خاطر لهالبشر اللي عم تعاني من وراء وجود القوى الأمنية أو وجود المطلوبين هذه بلدي مقاومة نحن من رحب الدولة جيتوا أنتم والعاصفي سوا العاصفي والدولة مع بعضها فأهلا وسهلا فيهم اتنيناتهم ونحن نبارح كمان سمعنا الرئيس تمام سلام بيقول على الخطة الإنمائية اللي عم يقوم فيها للأرياف السياحية فهيدي بداية لإنقاذ الحرمين الموجود في منطقة البقاع بشكل عام نحن ما عنا خطة أمنية وحدة بس نحن عنا خطة أمنية وعاصفي السلجية الله يبعث الخير المطلوب منو موجود ببريتيل مثل ما نكشافي بيقولوا فلوا على القصير ما مدى صحة لا ما بعرف القصير ما بعرف فيها كم مطلوب يعني فيها كم مطلوب منو موجودين على وين عربلي؟ رابلي راح عربلي مثلا مش إنه إذا كان مثلا واحد مطلوب بزبط سيارة أو شيء والله يعطيهم العافية يعني الحمد لله رويء اليوم لكن البعض عدى نفسه ظلم في أثناء تنفيذ الخطة أنا موظف بالبلدية وعندي سيارات أنا بشتغل بالسيارات بشتري سيارة وببيع سيارة بس اشتري سيارة بأنقضة وبصفة بدأوا قولي بقولوا لي سيارتك في حد جايش ومبرش ونزلت ثلاث سيارات وفرجيت وراء وكل شيء قال بدنا نحجوزهم يا خي هيدا السيارة تصل بصاحب الدفتر قال بدنا نحجوزها بس بعد شوي اجو صوروا وهلا بعد شوي بقولوا والله نحن لدينا سيارات مسروقة ببريتال لحين السيارة ما لهاش ميكانيك قالوا هيدا السيارة مبرشو والمطلائب اعدين على الواتس اوب عم يصوروا الجايش وعم يصوروا الدرك ويبعتوهن على المجموعات ومن قرر البقاء في المنزل هربا من العصفتين في الخارج الامنية قبل الثلجية توجه الى مواقع التواصل حيث انهالت النكت البريتالية كالتي تقول انه عثر على منشأة نووية في بريتال وقبض على الاسير والمولوي وابو طقي فيها وعثر ايضا على العسكريين المخطفين في احدى محميتها واخرى ربطت حالة طقس العاصف بالخطة الامنية العاصفة برجال الامن والرياح العسكرية الشديدة للبرودة لتنحسر هذه العاصفة لاحقا وتقتصر الاضرار على السيارات والعالم لمعتر بحسب المغاردين ولكن وفي ظل اجواء التهكم وعدم الثقة بهذه الخطة لا يستطيع احد ان ينكر ان وجود الدولة بهذه الكثافة اعطى هيبة انعكست امنا يأمل الاهالي لو يستمر قطة الامنية حالها كحال العاصفة نزلت بردا وسلاما على اهالي بريتال وحرت على لكن المفارقة ان العاصفة لربما عرقلت حركة المطلوبين بعد الشيء اما الخطة لربما تمر مرور الكرام من هنا من بريتال نوال بري قناة الجديد